ما هو السبب الحقيقي وراء كره الفرس لرموز العرب الجواب بسيط يكرهون الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أطفأ نار المجلسية في معركة القادسية والمدائن وأدخل بلاد فارس إلى الإسلام أي لو كان الفرس حق المسلمين لقدسوا عمر لأنه أخرجهم من الظلمات إلى النور يكرهون أبو جعفر المنصور لأنه قتل أبو مسلم الخرساني وأنها نفوذ الفرس في الدولة العباسية يكرهون خالد بن الوليد لأنه قتل هرموز ويكرهون المثنى بن حارث الشيباني لأنه قتل بهمن ويكرهون هشام بن عتبة لأنه قتل الهرموزان ويكرهون هلال بن علقم التميمي لأنه قتل رستم وهو الذي صاخ صيحته الشهيرة قتلت رستم ورب الكعبة ويكرهون القعقاعة بن عمر التميمي لأنه قتل الفيرزان على مشارف همدان في معركة نهواند ويكرهون النعمان بن ميجرن لأنه قائد جيش المسلمين في معركة نهواند التي تعتبر من المعارك الفاصلة في تاريخ الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس لذلك سميت بفتح الفتوح ويعود تاريخ وقوع هذه المعركة إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عام 21 الهجرة على مشارف بلدة نهواند الكائنة في شمال محافظة همدان في بلاد فارس حيث كانت المعركة بين جيوش الفرس السلسانيين وجيوش المسلمين بقيادة النعمان بن ميجرن يكرهون سعد بن أبي وقاص لأنه قائد جيش القادسية الذي تباهى به الرسول قائلا خالي هذا فليرني كل مرء خاله ويكرهون هارون الرشيد لأنه قضى على البرامك الفرس يكرهون صلاح الدين الأيوبي لأنه أنهى حكم الدولة الفاطنية في مصر لذلك نجد دهقنة الفرسي نسج لكل واحد من هؤلاء قصة وألف رواية من الكذب والتدليس لتشويه تاريخ قناديل الإسلام الذين نشروا نوره في أقصى بقاع الأرض فضلا عن دور الآخرين من الصحابة والتابعين الذين لهم الفضل في كثير من المحطات المضيئة في التاريخ الإسلامي لهذا يكرهون العرب لأنهم دكوا قلاع الشرك وأنهوا دولة المجوس ويبقى السؤال الأخير ماذا قدم أحفاد كسرة للإسلام والمسلمين غير السب واللعن والطعن ونشر الأساطير والدسائس والمؤامرات والكذب والدجل والبدع والخرافات والضغينة والأحقاد من أجل الطعن بالعربي ونشر الفرقة بين المسلمين في المقابل تجد إعلام الإخوان المسلمين يزور نسب العلماء الأفذاث في الحضارة الإسلامية وينسبهم للفرس والعجم زورا ومهتانا كأمثال معتز مطر هذا الزمك يقرأ ما كتب له وما كتبه المعدون الإخوانج ويتطاول على فن الخطبة العربية فأقع بسهولة في مستنقع الكذب الآسن ترجمة نانسي قنقر